مرحبا برج الاسد سوف أسوي لكم القراءات الاسبوعية من تاريخ اليوم أعزائي القراءة ستكون حق الشمسي الطالع والقمري دائما الشمسي أولى إلا إذا لم ينطبق عليك توجه نحو الطالع القمري سوف نرى القراءة بشكل عام ما هي الرسالة لك على جميع الأصعدة العاطفية القانونية العملية وحتى الصحية أول كانت بداية جديدة بداية موفقة أحز أن هنا دائما البدايات الجديدة ممكن تكون عرض من شخص ولكن هذا هدف معين أنت رح تنجح في تحقيقه بنفسك في الفترة القادمة جول جول يكون دقيق رح تحقق الهدف بنفسك ما هو الهدف؟ أن تحصل على النجمة لا أعرف لماذا الزاهد هنا أحسه يبحث عن الراحة في الحياة أكثر من الأبراج الثانية ليبحثون عن شريك أو عن شيء معين عشان يكونوا سعيدين معه في الفترة القادمة يا برج الأسد أن تبحث داخل نفسك عن مصدر سعادتك الداخلية شنو اللي يسعدك؟ هل هي فعلا الأموان؟ هل هي الأبناء؟ الشريك؟ الزوج؟ رح تدرك أن كل هاي الأمور دائما تتعرض إلى التغير مو ثابتة تمر بمراحل تسعد وتنزل تبطرب ثم تخفض أنت رح تبحث عن السعادة الداخلية في الفترة القادمة وأيضا على الصعيد المالي المهني في التجارة رح أيضا تحقق الهدف أنت رح تظهر للأبراج الثانية في الفترة القادمة أن ممكن جدا الإنسان يكون روحاني وعنده علاقة قريبة بربه ولكن في نفس الوقت يكون ماديا واعي ويحقق أهدافه ويحصل على الرخاء رح تجمع بين الأثنين وبرج الأثنين عندنا فارس الأغصان لن تنسى المتعة في نفس الوقت يعني التوازن جميل عندك ينتظرك في المرحلة القادمة كأنما أنت مثال يحتذا به الأبراج الثانية في الفترة القادمة لأنه محافظ على التوازن في جميع الأصعدة تعرف متى؟ يحين وقت المتعة؟ حسنا تعرف أن تكون مرح وفي نفس الوقت تعرف أن تكون جاد ستتواصل مع ربك وعندك ثقة بربك تعرف ستصل إلى مرحلة المعرفة وتجمع بين المعرفة دائماً كارت العالمة يتحدث عن الخزينة للعلم حافظة الأسرار كارت برج الحوت ولكن مشر دائماً تتحدث وتعبر عن هذه الأسرار والمعرفة اللي عندها ولكن أنت ستجمع بين الأثنين بين المعرفة الداخلية ستحقق توازن وبين الحياة العملية اللي فيها مهام اللي فيها مسؤوليات اللي فيها الحين لازم أروح العمل وبعدين أرجع أطبخ كذا وأنظف كذا وبين أنا أطمح وأريد أشياء أفضل سأحققها ما راح أنساها ما راح أتنازل عنها راح يبرز شغفك وقوتك الحقيقية اللي هي في طبيعة برجك يا أسد في الفترة القادمة هل من نصائح بخصوص هاي الموضوع؟ ستة الأكواب الماضي أو الذكريات اللي راح تختارها في الفترة القادمة دائما كل إنسان عنده ذكريات معلمة سلبية وذكريات إيجابية أنت ستختار النجمة ستختار ستة الأكواب ستختار أن تتذكر بغض النظر عن الظروف اللي تمر فيها في الفترة القادمة راح تختار الذكريات الجميلة المرحلة اللي كنت تملك فيها الأمل تتذكر أن أنت بالأمل يوم من الأيام بدون ما تمتلك أي شيء ثابت أو أي جواب واضح للأسئلة اللي يسئلونها الكبار ولكن قدر تتحقق لنفسك راح كأنما تعيد صياغة الماضي بأسلوب جديد تردت عيدها النجاحات القديمة راح تحاول أن تعيد أن تكررها احتمال أيضا على الجانب العملي أن ترجع إلى مجال كان يسعدك أكثر الجانب الحالي أشوف أنه ماديا يعطيك أكثر ولكن ستحاول الانتقال إلى الشيء اللي كان المادة فيه أقل ولكن سعادته أكبر ممكن يكون تواجدك في محيط البيت ممكن يكون نظيفة ثانية ممكن يكون أي شيء لدينا كارت العالم كارت العالم كارت العالم يعني لي أن يا برج الأسد في الفترة القادمة أغلب الأبراج راح يكونون في بحث بأيما نقارنك بباقي الأبراج لأن أنت فعلا كأنك على مستوى ثاني من الناضج الروحاني عن الأبراج اللي قريت لهم في السابق أنت أتممت المرحلة بنجاح مرحلة البحث أنت أول الواصلين لين؟ للمرحلة الجديدة المرحلة اللي تحافظ فيها على توازنك المادي والدخل الأحلام احتمال أنك راح تستلم مبلغ مالي أيضا كبير بسبب نهاية خدمتك في قطاع معين مع أشخاص معينين مكافأة يعني مكافأة نهاية خدمة وتكون مساعدة أن الجانب اللي كل دائما تجد فيه نفسك أسعد مساعدة الآخرين احتمال مجال التدريب مجال التطوير تسويق مجال في إبداع أكثر أوكي؟ عندنا سبعة السيوف وجودها تحت فارس الأغصان يعني لي؟ برج الأسد كن ذكي بأن تظهر نعمتك للآخرين وسعادتك ما أدري ليش أحس أن في ناس ما راح يكونون سعداء أن يشوفونك تستمتع بحياتك كأن تقولونك أن أنت لا تستحق أن تكون بهذا المستوى من السعادة لأنه 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 عندهم نستطويلة من الأسباب أنت في الفترة القادمة راح تكون متاعك خفيفة فارس الأغصان عفوي سعيد مستعد للمغامرة في أشخاص سيحاولون أن يقولون لك لا خطأ يخوفونك طاقة السيوف طاقة العقل يخوفونك وعندهم أسباب ولكن ما الذي ينتظرنا من برج الأسد؟ ننتظرنا ستة الأغصان الأغصان أنت عندك طاقة تحدي مع هذلين الناس الناس اللي دائماً كانوا يعتبرونك فشلت في مجال معين لم تحصل على الشخص اللي في بالك أوكي خسرت كانت عندك خسارة نعم في السابق ولكن خسارة أنت خلاص مريت بمرحلة البحث عن الذات والبحث عن النجمة البحث عن الخلاص وصلت أيضاً إلى الخلاص أنت على مشارف الوصول ترى لا تنسى عندك الفارس فارس السريع صحة بالتغيير أوكي؟ صحة في بالك هذا الشيء في الفترة القادمة أن الانتحاب طيب تدري ليش؟ بعد أسمعلك هاي الكلمة لأن الأشخاص المحيطين اللي من الماضي هنا يحاولون إن دائماً يرجعونك إلى المرحلة اللي برج الأسد كان موجود معاهم في نفس المكان ويحتاج لنصحهم يحتاج لتوجيههم يبوني غاجعونك نفس المكان ولكن أنت كن أذكى منهم وستكون أرهني أن أنت رح تكون أذكى منهم رح أول شيء تخب نيتك تخب نجاحاتك ورح تنسحب انسحاب تكتيكي كانت دائماً تبع السيوف مو شرط تعني الخيانة أو السرقة بشكل واضح تعني أننا نخب الأشياء الجميلة تحت الرداء عن الأشخاص اللي ما يفهمونا ما يفهموا الرحلتنا حتى لو كانت نيتهم طيبة هم ما يفهموا دوافعنا ليش الأسباب ما نقدر نضيع وقتنا وطاقتنا نفسر لهم ليش إحنا نربي نروح المكان اليديد ليش نبي نتوقع البداية الجديدة ليش نحتاجها في حاجة نحتاج إحنا خلاص ختمنا مرحلة معينة بنجاح انتهينا تعلمنا الدرس حان الوقت للبداية الجديدة وإن كان بعيداً عن الأشخاص اللي من الماضي مقابل ستة الأكواب كرتب ذكريات عندنا ستة الأخصان ما أشوف أي أحد مستعد أكثر منك يا برج الأسد لأن يواجه ويلتهم الجديد الاهتمام اللي ستحصل عليه النجاح السريع ستجد نفسك في مكان جديد في مجال أنت جداً تستمتع فيه لطالما أحببته اهتمام اللي خص في أنك دائماً تتعامل مع الناس في المبيعات في المعارض في جانب دائماً تصلت فيه الأضواء عليك تحتك فيه بالأشخاص تعرض بضاعتك على الناس راح تتوج في هذا المجال بعيداً على الأشخاص اللي ما يفهمونك راح تلاقي على الجانب الثاني أشخاص كأنما هم قبيلة مخلوقين من أجلك أنت لأنه يفهمونك ودائماً عندهم نفس المبادئ نفس التوجه راح تلاقي لك جمهور يناصبك على الجانب الآخر أوكي ثلث الأسد راح أشوف إذا في أي رسالة ثانية نتوقعها لك أشوف الجانب اللي قريته الحين أخص الجانب العملي أكثر في احتمال الرسالة القادمة تكون عن الجانب الصحي أو القانوني أو العابطي عندنا ثلاثة الأكواب الاحتفال خرجنا أشوف أنك راح تحتفل مع أشخاص الأشخاص هذين ساعدوك أن تخرج من مصيبة من مأزق أوكي وبعدها عندنا أوكي ستنفرد بواحد من هذين الأشخاص احتمال أكثر من الشخص راح يساعدك في المستقبل ممكن يكون شي بسيط مثل التقديم على وظيفة الحصول على التخصص اللي ترغب فيه في الجامعة حادث سيارة بسيط يساعدونك فيه أوكي أيضا تكرر عندك كرت الزاهد مثل ما قلت لك من بين كل هالأشخاص كذا شخص راح يساعدك في المستقبل لتخطي عقبه العقبه هذي كأنما الله وضعها في دربك ومو عشان أنت وضعك العادي ما تستطيع ما تدل الطريق لها كيف تتخطاها لا الغرض من هذه العتبة أن هذي الأشخاص سيدخلون حياتك راح يدخلون في المستقبل أو احتمالهم موجودين حاليا اللي ساعدوك من بين هالأشخاص أنت ستقع عيناك على شخص يعجبك يدخل في بالك راح يدخل في بالك شخص راح تختاره مو أهو اللي راح يختارك مو معنات أنه ما راح يرغب فيك لأ انت اللي هني في هذا الوضع ما بين كذا شخص عندك اليد العليا وكأنما عندما تختاره هني أشوف كأنما تتوجه انت بيدك كل الخيارات وتختار الشخص اللي راح يكون لك شريك ترى اختيارك اللي يعني أنه انت اللي راح تتوجه انت اللي راح تعطي هذا الامتياز كأنما هذين الأشخاص كلهم يريدون أن يكونون تحت أعتابك على بابك يبون يكونون معاك في حياتك يا برج الأسد ولكن أشوف أنه ستقع عيناك على شخص واحد منهم ولكن لسبب لا تنسى أنك مثل ما قلت لك متواصل جداً مع ذاتك في الفترة القادمة ومع ربك فعندك الكثير من الروحانية وإن كان ظاهر الموضوع اختيار رومانسي ولكن وراءه انت حسيت بارتباط روحي انت حسيت أن في سبب كبير لهذا الشخص يدخل حياتك وأيضاً تحس أن هذا الشخص أوكي راح يساعدك في رحلتك الروحانية راح يضيف لك ما راح يأخذ منك من أجل ذلك أقول لك أنت اللي راح تختاره عندما ترى فيه شيء سيضيف لك انت تحتاجه مفيد لك راح تختار المفيد لك ترى في الفترة القادمة وهذا اختيار جداً ذكي يجمع ما بين العاطفة والذكاء راح أسحب لك كرت أخير تبع النفيحة تجد المفيد لك اختيار الأسد مفيد لك مفيد لك مفيد لك مفيد لك مفيد لك مفيد لك برج الأسد أنت في مرحلة المعاجز والنعم أنت في مرحلة الحصاد أنت في مرحلة وصلت فيها إلى مكان جميل مع ذاتك Everything has its gift وأن تدرك هذا الشيء تدرك أن كل شيء كل وضع أنت تكون فيه في الفترة القادمة هو بمثابة هدية أنت جدا متواصل مع نفسك وذاتك روحانيا في الفترة القادمة لدرجة أن ستدرك أن حتى العقبات التي تواجهها القلق البسيط الخوف على أنك وصلت وستوصل إلى الكثير دائما رح تحتاج إلى أشخاص يساعدونك ستدرك أن وراء هذا الشيء السبب ليس حاجتك لهم ولكن في سبب أسمى في سبب عميق نحن لا ندري فيه ولكن أنت ستكون واثق في أسباب نحن لا نرى مثل الزاهد الذي يبحث عن النجمة في وسط الظلام عنده إيمان عنده اعتقاد أنه سيجد النجمة عندك إيمان أنه أنت مو محتاج للآخرين ولكن الآخرين تضطر بشكل ما أنت تعامل معاهم ادخلون حياتك من أجل سبب أنت جداً واعي وبسبب ذلك ستكون مستعد ستكون تحصد مو مستعد ستكون في مرحلة حصاد لكل الأشياء الجميلة كل الأشخاص اللي ممكن يساعدونك على أن تصل إلى أفضل وأفضل ستكون تحصد هاي الأشخاص وتحصد حتى الفرص في الفترة القادمة أشوفك أن تحصد الفرص موسيقى